سألني الزميل محسن شو هو الريترو بريشن ياريت تعمل لنا فيديو عنه هذا الفيديو هدي مني إلك يبشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهاي قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو أعجبك العنوان خليك معنا للأخير ولا تنسى الهاندوشنك البس لغلافز وهات الماسك وتفضل معي الناس اللي بتقدم لأمريكا بالذات الممرضين أحيانا بسمعوا من بعض الناس أنه فيه إشي اسمه الريترو بريشن ودائما اللي بكون لسه ما قدم لأمريكا ما بكون فاهم إيش هو الريترو بريشن وكيف ممكن أأثر عليه أو هل ممكن أأثر عليه أصلا ولا لا في هذا الفيديو رح أفهمك إيش هو الريترو بريشن ولو صار شو معناته الريترو بريشن هو التباطئ أو التأخير في معالجة طلبات الفيزا يعني أنت ممرض قدمت في بلد معينة في هاي البلد بالوضع الطبيعي كل الناس بقدم الورق بعد سنة بأخذ الفيزا على حظك صار سبب معين أو ظرف معين خلاهم بدل سنة يعطوك الفيزا بعد سنة ونص أو سنتين أو أربعة أو سبعة وهاي الأسباب كثيرة بشرح لك إيها كمان شوية فالريترو بريشن هو التباطئ في معالجة طلبات الفيزا خصوصا الطلبات القائمة على التوظيف زي إي بي تو إي بي ثري اللي هي بطلع عن طريقها الممرضين فعليا وطلبات الأسرة اللي هي لم الشمل اللي بده يكون مثلا بده يجيب ابنه على أمريكا بده يجيب أبوه أمه بنته ابنه زوجته خطيبته هاي برضو بصير فيها التأخير متى يحدث التراجع أو الريترو بريشن؟ يحدث عندما يكون عدد طلبات الفيزا في فئة معينة أو دولة معينة أكبر من عدد الفيز المتاحة لتلك الدولة أو تلك الفئة لعلمك كل دولة لها كل سنة عدد فياز معين يعني مثلا السفارة الأمريكية في مصر على سبيل المثال هذا الرقم للمثال أنا بعرفش كدش بعته هذا الرقم للمثال لنفرض السفارة الأمريكية في مصر حددت إنه سنة 2024 أنا بدي أعطي مثلا 20 ألف فيزا للمصريين عندها مليون طلب هذا الكلام معناته إنه من هون لخمسين سنة إحنا مش فاضين لنفرض السفارة الأمريكية في تركيا مثلا بدها تعطي ألف فيزا وعندها ثلاث تلاف طلب معناته من هون لثلث سنين إحنا مش فاضين عرفت شو القصة؟ وزارة الخارجية الأمريكية اللي بسموها الـ Department of State دائما بتعدل الـ Priority Dates لفئات الفيزا فإذا كان الطلب في فئة معينة يتجاوز العرض فالـ Priority Dates بتحرك لورا تتذكروا في فيديو إجراءات الهجرة بالذات الجزء الثاني قلتلك الـ Priority Dates اللي هو التاريخ اللي ورقك وصل فيه إلى السفارة الأمريكية وهذا التاريخ مهم جدا لأنه دائما بعطوك الموعد حسب الـ Priority Dates والفيزا بوليتن اللي هي النشرة اللي بتصدر عن السفارة كل شهر مذكور فيها أنه الناس اللي Priority Dates تبعوا قبل التاريخ الفلاني راح يقابل هاليومين أو راح نحدد له موعد هاليومين فضرورة تعرف Priority Dates تبعك أنا عارف إمتى الـ Priority Dates تبعي والشهر الماضي قالوا لي مقابلتك هاليومين أو راح تعرف متى مقابلتك هاليومين وفجأة أعلنوا أنه فيه Retrogration هذا الكلام بمشي علي؟ لا ما بمشي عليك لما يحصل الـ Retrogration هذا يطبق على كل إنسان الـ Priority Dates تبعه للسمائجة فيه ناس السنة الماضي صارت معهم لسة الـ Retrogration فبشهر ثلاث أو بشهر ستة مش متذكر أعلنوا أنه هاليومين فيه Retrogration راح يصير تمام؟ كانت آخر نشرة بتقول أنه الناس اللي Priority Dates تبعهم قبل 21-12-2021 هاليومين راح نحدد لهم موعد فالناس اللي Priority Dates معهم قبل هذا التاريخ نفدوا الـ Priority Dates تبعهم بعد هذا التاريخ لحجم التأخير وتأخروا يمكن سنة الكل بسألني ليش بحصل؟ الـ Retrogration بصير لعدة أسباب أول سبب إذا كنت أنت من الفئات القائمة على التوظيف زي EB2, EB3 أو الفئات القائمة على فيزا الأسرة راح يصير تأخير عاجلا أم آجلا لأنه غالبا هاي الثلاث فئات EB2, EB3 وفيزا الأسرة بكون فيهم عدد الطلبات أكثر من عدد الفياز المتاحة خصوصا للمتقدمين من البلدان ذات الطلب المرتفع في بلاد أهلها حابين يهاجروا زي مصر وفي بلاد عدد سكانها كبير جدا زي الصين والهند من البلاد اللي فيها الفئات القائمة على الأسرة أو الفيزا القائمة على الأسرة ولم الشمل المكسيك والفلبين أمريكا فيها مكسيكان وفلبينيين كثير فالواحد بروح هناك بعد سنتين ثلاث خمسة بصير معها جنسية بصير بده يصحب أهله فكثير ناس من الفلبين والمكسيك بكونوا مقدمين على لم شمل بده يجيب ابنه بده يجيب أبوه بده يجيب مرته أخوه أخته صعب جدا بتصير بس بتأخذ أكثر من 14 سن ثالث سبب للريترو جريشن اللي هو الحدود السنوية لكل فيزا احنا قلنا ممكن يكون الناس اللي مقدمين أكثر من الفياز ممكن تكون الفياز المتاحة أقل من الناس السبب الرابع ارتفاع الطلب يعني ممكن يحصل الريترو جريشن في بلد أو بلد لا في بعض الأحيان بلد زي مصر كل أهل هحبين يهاجعوا ممكن تمر سنة مصر الوحيدة اللي فيها ريترو جريشن بتصير مرات من الأسباب أيضا التأخيرات الإدارية يعني بعض السفارات في دول العالم بتكون حاطة نص الموظفين اللي بيقابلوا الناس بار تايم ونصهم فول تايم موظف الفول تايم موجود طول السنة لكن موظف البار تايم بيكون عقده تسع شهور ببلش واحد واحد وبخلص تلاثين تسعة أو تلاثين سبتمبر من كل سنة فكل سنة آخر ثلاث شهور بينقص عدد الموظفين بالسفارة إلى النص أو إلى الثلاث أربعة كنا نمشي ميتين معامل باليوم بلنا نصير نمشي مية خمسين أو مية أربعين أو مية وعشرين أو أقل فبصير الريترو جريشن أحيانا بكون السبب تأخيرات إدارية داخل وزارة الخارجية الأمريكية نفسها يعني أنت بتبعث ورقك للسفارة السفارة تبعث الخارجية أحيانا بيكون في واحد في الخارجية بيشوف ورقة باليوم وبقول لك من حق أدقق من مسئلة مسئولية أيضا ممكن يكون السبب تغييرات تشريعية وسياسية يعني الموضوع الفلاني كان يوخب يوم صار يوخب أسبوع الموافقة على المعامل الفلانية كانت تصير بنفس اللحظة صارت توخي الشهر الورقة الفلانية كانوا يقبلوها أحسا صار لازم تجيب ورقة ثانية عشان يقتنعوا أن الأولى مش مزيفة كل يوم بغيروا قوانينهم أحيانا بتكون هاي القوانين لصالح المتقدم وأحيانا بتكون بتضيع وقته بغض النظر أن الورق مهم أو مش مهم إحنا بنتكلم هل أخذوا منك وقت ولا لا برضو من الأسباب اللي هو تراكم الطلبات يعني قبل سنتين أو ثلاث كان فيه كورونا 2020 و2021 السفرات سكرت وما قابلوا حدا مجرد ما فتحوا لقوا قدامهم شغل متراكم بكفيهم سنتين لا قدام لذلك مش بس هذول السنتين كان فيهم أزمة وكان فيهم تأخير برضو اللي إيجي بعدها بسنة واللي بعدها بسنتين قالوا للشغل السنة قبل الماضي إحنا لسه ما خلصناه طيب هل حدث الريترو جرشين قبل هيك؟ وإيه متحدث؟ من أشهر الأمثلة على الريترو جرشين الريترو جرشين اللي صار في منتصف العقد الأول من القرن الحالي يعني تقريبا 2006 أو 2007 الناس اللي قدموا في هذه الفترة قالوا لهم نعتذر منكم عنا طلبات كثيرة ومش يملاحقين رح يصير عنا ريترو جرشين مش عارفين أين تبجيك دور وفعليا بعض الناس وصلوا فيه الانتظار 6 سنوات ونص يعني اللي قدم على فيزا EB3 تبعت هجرة العمل الممرضين في 2008 طلع في 2013 أو آخر 2013 من أشهر الأمثلة ريترو جرشين 2023 تبع السنة الماضية كان له كثير أسباب منها كثرة عدد الناس منها قلة عدد الفياز منها تراكم الشغل بعد جائحة كورونا بعد ما سكرت كل السفرات في الدنيا سنتين فصار فيه تأخير أكثر من سنة للناس طيب لو حصل الريترو جرشين إيش أعمل؟ باختصار ولا إشي السفارة الأمريكية لما تتأخر معاملتك لأي سبب من الأسباب رح يكون خارج عن إرادتك وخارج عن إرادتهم هم كمان ففيش طريقة بالدنيا إنك تسألهم ليش تأخرت معاملتي فيش طريقة بالدنيا إنك تقول لهم استعجله فإذا تأخرت معاملتك شركة الهجرة قالت لك هاليومين فيه ريترو جرشين لا تقول عن الشركة النصابة هاي مشكلة بالسفارة السفارة نفسها مش عارف تحلها ما عليك إلا تستنى دورك وبتصفي الشغلة مسألة وقت فقط لا أكثر لو أي واحد عنده أي سؤال عن التمريض عن الهجرة لأمريكا عن أي إشي بخص المهنة يكتب لي تحت بالتعليقات وأنا برد عليه وبالنهاية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته